السلام لبنات كديري لبس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا هاد القناة اليوم مع فيديو جديد وموضوع مهم بزف قبل ما نبدأ هاد الفيديو نتمنى منكم تدعموني باللايكات وكذلك باش هكتعم الفائدة ويوصل الفيديو لجميع السيدات الراغبات في الحصول على حمل وكذلك السيدات المتشوقات باش يعرفوا واش هم حوامل أولى لان هاد الفيديو كيتكلم على الوقت المناسب لعمل اختبار الحمل وكذلك شنقدو نديرو اختبار الحمل كذلك شنو هما النصائح المهمة باش ينجح معنا هاد الاختبار ويعطي نتيجة مضبوطة وكذلك غنعطيكم مجموعة من الأعراض اللي كتبنع للسيدة وكتعرف راسها بانها تقدر تكون حامل فبقاي معايا وتابعي هاد الفيديو كيف ما كنعرفوا بان الحمل كيبدم اللي كتخصب البويضة بالحيوانات المنوية ومن بعد كيحدث تأخر للدورة الشهرية هاد التأخر ديال الدورة الشهرية على الموعد ديالها كيتتعتبر من العلامات الأولية لبداية الحمل فالكان السيدة عندها دورة منتظمة وتأخرت عليها كتعرف بانه تقدر يكون هناك حمل واحتمال كبير باش يكون هناك حمل ودروري خاصة هذه الساعة دير اختبار الحمل وكيف ما كنعرفو كينجوج ديالانواع ديالاختبارات كينختبار الدم وكينختبار البول أعزكم الله ملي كتدير السيدة اختبار الحمل المنزلي دروري تبع التعليمات اللي كتكون في الجهاز حيث كينين بعض الأجهزة اللي كيقولوا لنا بأن السيدة خاصة تنتظر خمسة دقائق قاع الأشياء اللي كتكون مكتوبة في الجهاز دروري تبعيها باش هكا ينجح معاك تنجح معاك النتيجة إن شاء الله ملي كتدير السيدة اختبار الحمل وكتدير العينة ديال البول من بعد الجهاز كيبدا يتغير اللون دياله للون الوردي إلا بنخط واحد في الجهاز إذن الاختبار سالب والسيدة مشي حامل للأسف وتعود دير الاختبار مرة أخرى باش هكا تأكد من نتيجة إلا بنخطين باللون الوردي إذن السيدة حامل والاختبار موجب يعني إلا بنجوج خطوط باللون الوردي أو اللون الأحمر فالسيدة حامل ودروري خاصها تمشي عند الطبيب وتتبعي الحمل ديالها وبزف ديال السيدات كيبليهم الخط الأول والخط الثاني كيكون خفيف وخيكون الخط خفيف ضروري خاص تتأكدي وتزيد التأكدي لأنه كيكون هناك حمل حيث النتيجة الموجبة كتقدر تبني إما بالخط يكون مضغوط أو الخط يكون خفيف يعني هاتجوج حالات كيكونوا موجب الاختبار فيهم حيث ما يمكنش لجي هذي قرار الهورمون ديال الحمل اللي هو والسيدة مشي حامل ضروري ما كيقرأ الجهاز الهورمون إلا كان كاين فعلا الحمل وضروري تدير الاختبار يكون في الصباح يعني الوقت المناسب وهو أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل عن طريق البول هو اختبار الصباح يعني إن فوت سيدة نود من السرير وتمشي للحمام ضروري تدير ديك ساعة الاختبار ديالها حيث البول كيكون مركز فكي يدهر الهورمون بشكل أفضل وأسرع كذلك الاختبار ديال الدم كيمكن السيدة تديره في أي وقت ما كين تشي مشكيل وكذلك وخا ما تكونش صائمة يعني وخا بدون سيام ممكن تدير الاختبار ديال الدم وفي أي وقت كين بزاف ديال العلامات كتبين بأن السيدة حامل وخاصها تدير الاختبار أو التست ديال 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 ديالها خاصة إلا كانت السيدة الدورة ديالها منتظمة ديك ساعة ضروري تمشي تدير التست إلا كان عند السيدة تشنوجات كي يجي عندها هاد الألم بسبب زرع البويدة المخصبة في الرحم فكتبدا تحس بأوجاع مثل ألم الدورة وما كتكونش عليها الدورة يعني هاد الساعة خاصة تمشي تدير الاختبار ثالث حاجة وهي التهاب التدي والثقل ديالهم كي يبدأ السدر ديال السيدة كي يبدأ يتقال وكتحس به بأنه تقيل فهذا من علامات الحمل رابع علامة وهي الغثيان وكترة التبول وأكتر وقت في التبول هو التبول المتكرر في الصباح الباكر الغثيان كي يكون في الصباح الباكر فهذا من علامات الحمل وقتاش يقدر يخطأ اختبار الحمل تقدر السيدة تدير الاختبار ويخرج موجب وتكون ماشي حامل كيفاش هذا الشي ملكت تدير الاختبار مباشرة من بعد ما اخذت حقا التنشيط تقدر تبن نتيجة إيجابية وهي ماشي حامل وكذلك يقدر كذلك يبن الاختبار سلبي والسيدة تكون حاملة يعني تخرج النتيجة سلبية والسيدة حامل والسبب أنها دارت الاختبار في وقت مبكر يعني قبل ما يجي وقت الدورة ذاك الشي باش خاصها ضروري تدير الاختبار من اللي تأخر عليها الدورة على الأقل أسبوع باش هكا تبن نتيجة مضبوطة إلا دارت كذلك الاختبار ماشي في الصباح يعني إلا دارته في العشية أو في الليل ممكن تبن نتيجة سلبية وهي حامل غير حيث الباول كيكون مخفف يعني ما كيكونش الباول مركز بحل باول السباح أعزكم الله فضروري خاص تقدير الاختبار في الصباح باش هكا تكون نتيجة إيجابية أو سلبية وتكون مضبوطة نتمنى هاد الفيديوين الإعجاب ديالكم إلا أعجبكم بحل ديما ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة إلى اللقاء مع الفيديو